وخلال زيارته الأولى من نوعها إلى العاصمة الإيطالية فقد تلتقى فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبيتنو مع رئيس البرلمان الأوروبي وقد تركز اللقاء حول عدة محاور منها الأزمة في دولة ليبيا والإرهاب والهجرة تقي رشاد حسنطح الأزمة الليبية والإرهاب والهجرة هي أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال اللقاء الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبيتنو مع رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تيوني المقابلة سمحت للطرفين التباحث عن المواضيع الساخنة التي تشهدها دول العالم وتحديدا الأزمة الليبية والبحث عن حل عاجل لها وإنقاذ الشعب الليبي من هذه الكارثة الإنسانية الأمنية والاقتصادية فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبيتنو أكد بأنه للخروج من هذه الأزمة يتطلب علينا جميعا برامج وآلية عمل موحدة وفاصلة لتصبح النقطة البداية لإنقاذ الشعب الليبي من الأزمة وفك العزلة وتسوية النزاع بين الفراقاء الليبيين وأكد الطرفان خلال مؤتمرهم الصحفي تضافر جهودهم من أجل شراكة متينة ومستدامة تخفف من حدة الهجرة والتطرف وخلال المؤتمر الصحفي الذي أحياه رئيس البرلمان الأوروبي مع فخامة رئيس الجمهورية أكد فيه رئيس البرلمان الأوروبي التزام مؤسسته في دعم ومساعدة الدول الأفريقية فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبيتنو من جانبه قال إن على الاتحاد الأوروبي السعي في وضع خطة بعيدة المدى ترد على احتياجات الشباب الأفريقي وردا على سؤال الصحافة حول موقف إفريقيا من تقرير المعاهدة باريس حول التغيير المناخي رد فخامته بأن الالتزام كوكبي وأن إفريقيا تحترم تلك المعاهدة لكن التمويل الذي عهد به للدول الجنوب سيحدد مستقبلها